بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي في حصة مميزة نراجع فيها ما حفظناه بالأمس من سورة نعم سورة العنكبوت من الآية 1 إلى 14 سنراجع هذه الآيات نراجع كيفية حفظتم هذه الآيات فكونوا معي بارك الله فيكم أهدافنا طبعا لابد من التأدب دائما بأداب القرآن أن يذكر الطلاب الأمور التي تعين على الحفظ ومراجعة الحفظ أن يتقن الطلاب حفظ الآيات السابقة أن يربط الطلاب بين المتشابه في السورة أو في السورة أثناء المراجعة وأن يطبق الطلاب أحكام التجويد نتنبه أثناء المراجعة إلى عدة أمور أولها تعاهد القرآن فتعاهد القرآن وهو تكرار تلاوة القرآن الكريم يساعد على تثبيت حفظ القرآن فبدون التلاوة المستمرة والتكرار المستمر يتفلت ونفقد ما حفظناه قال صلى الله عليه وسلم تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لا هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها متفق عليه أيضا لا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن الكريم نخلص العبادة لله عز وجل قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص في العمل يساعد أيضا على حفظ القرآن الكريم اتباع أوامر الله واجتناب نوهي لا بد أن يلتزم الإنسان أحباب أوامر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما نهى الله عز وجل فالمعصية والذنوب تكون سببا في سوء الحفظ نستشعر عظمة نعمة الحفظ القرآن سواء كان هذا الحفظ كاملا للقرآن أو أجزاء أو حتى سورة من سور القرآن الكريم لا بد من استشعار عظمة الله عز وجل في النفوس متى ما شعرنا بعظمة الله عز وجل كان ذلك له أثر وأكثر دافعية لنا أن نحفظ كتابا أيضا من الأمور التي تعين على الحفظ وهي تسجيل مواضع الأخطاء لمعرفتها أثناء المراجعة الكلمات أو الحركات التي دائما نخطئ فيها ندونها ونصحح من تلاوة هذه الآيات وقراءة هذه الكلمات حتى لا نعود للخطأ فيها مرة أخرى من الوسائل أيضا أن يجعل الإنسان له مصحفا خاص به لماذا؟ لأن عادة الحفظ يا أحبابي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على التركيز بحاسة البصر والسمع فإذا التزمنا مصحفا دائما بنا فالتركيز على هذه الصفحة على هذا الوجه فيكون ذلك مدعاة لحفظ القرآن أيضا بسهولة وليس ضرورا لكن من الوسائل التي تعين الإنسان على حفظ القرآن التكرار من أهم الأمور التي تعين على الحفظ تكرار الآيات فأعتقد أنتم حفظتم بالأمس الآيات نتيجة تكرارها فأكرر الآية الأولى إن ليس مرة ولا مرتين ولكن تكرار قد يصل إلى عشرين مرة في الآية الواحدة إلى أن أستطيع أن أتلو الآية قد يتحرك لساني بدون النظر وإلى المصحف ثم أنتقل أيضا بعد تكرار الأولى أو تكرار جزء إلى ما بعده ثم نربط الآيات كما عودتكم ببعضها البعض ونستمر يا أحبابي في مراجعة الحفظ لا بد من الاستمرار في مراجعة الحفظ حتى يثبت هذا الحفظ وحتى لا نفقد ما حفظنا اختيار المكان والوقت المناسب للمراجعة هذا مهم جدا أن الإنسان يختار المكان البعيد عن الإزعاج وعن الضوضاء حتى يستطيع التركيز في حفظ القرآن وكذلك أيضا يستطيع أن يسمع القرآن وينصت لهذا القرآن أيضا ممكن أيضا تثبيت المراجعة من الأمور أيضا تعين الإنسان ممكن أن يصلي بهذه الآيات الصلوات مثلا اللي في السنن على أساس يستطيع تكرار هذه الآيات فيثبت عنده حفظها أن نربط بين المتشابه من الآيات تعلموني أحبابي أن القرآن الكريم فيه آيات عظيمة وكثيرة فأحيانا تشتبه الآية من سورة إلى سورة عند الطالب فلابد أن ينتبه لهذه الآيات المتشابهات أو حتى لهذه الكلمات قد تكون عدة كلمات في آية واحدة تتشابه فننتبه أيضا لذلك لأن هذا يساعدنا في إتقان الحفظ استخدام الجدول دائما نستخدم جدول ونحدد في هذا الجدول المقدار الذي سنحفظه فهذا يكون بالنسبة لنا يعني أكثر تنظيما ونتابع أنفسنا من خلال هذا الجدول هذه يا أحبابي الأمور التي أحببت أن أذكركم بها والتي تعين على الحفظ لأنه قد يشتكي البعض لا أستطيع الحفظ فليبحث من خلال هذه الأمور هل هو يطبق مثل هذه الأمور أو أين الخلل إذا كان عنده مثلا عدم التأكيز أيضا جدول التصويب كما ذكرت لكم ونستخدم دائما احرصوا عليه يا أحبابي بالأمس تذكرون معي هذه الكلمتين التي وضعتها على سبيل المثال للتمييز بين الرسم العثماني والرسم الإملائي كجاهدة والصالحات فنضبط هذه العلامات نضبط مثل ذلك فهذا أيضا يساعد على الجودة في حفظ آيات الله هذه الآيات التي تناولناها في السابق وكانت بداية بدايتها من طبعا سورة العنكبوت لاحظوا مثلا لو تأملنا الحروف المقطعة كم مرة مرت علينا ألف لاميم عدة مرات في سور ألف لاميم في سورة البقرة في سورة العمران في سورة الروم في كثير من السور تكررت نفس هذه الحروف المقطعة ننتبه دائما مثلا هنا هذه الآية الآية هنا في سورة العنكبوت أم حسب الذين يعملون السيئات طبعا في سورة الأحقاف تكررت مثل هذه لكن للاختلاف أين في هنا اجترحوا اجترحوا السيئات فننتبه هي كلمة فقد نخطئ وأنا أرغب في تسميع هذه السورة فقد أضع الآية مكان الآية فنضبط المتشابه من هذه الآيات طبعا أنا أرغب الآن منكم أن أسمع منكم سماعا يعني حفظا هذه الآيات الآن من واحد إلى ستة من يسمع لي هذه الآيات بما أنكم حفظتوها في السابق نعم نعم ممتاز ممتاز بارك الله فيك نعم بارك الله فيك على إتقان الحفظ نهتم أيضا بالأحكام التجويدية فهي تساعد على تحسين التلاوة والحفظ ولا ننسى أن نرتل القرآن ورتل القرآن ترتيلها حتى ولو كان حفظا فلا أرتله في التلاوة وأفتقد هذا الترتيل في الحفظ ففي كل الحالتين لا بد من ترتيل القرآن هنا لاحظوا معي مثلا لو وقفنا على هذه طبعا هذه الآية تكررت ثلاث مرات هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات تتكرر معنا كثيرا لاحظوا هنا مثلا في الآية سبعة وهنا في الآية تسعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم لاحظوا الثانية وأنتم تحفظون اضبطوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم انتبهت إلى التشابه في الآيات هنا أيضا لاحظوا الآية هنا التي تكلمنا عنها بالأمس وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ممكن البعض يقرؤها إحسانا إحسانا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إحسانا هذه في سورة الأحقاف فننتبه لتشابه الآية في سورة العنكبوت مع سورة أيضا الأحقاف وسورة لقمان وهنا على وهن فنضبط ننتبه بارك الله فيكم لاحظوا معي هنا مثلا اتذكرت لكم هنا في الآية ثاني عشر وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ لاحظوا هنا تكرت أيضا من خطاياهم لاحظت طيب لاحظت بالسابق ذكرت لكم ثلاث كلمات كلها في آية واحدة وكلها تتشابه وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ فننتبه إلى هذه الكلمات والمتشابه أيضا من الآيات في سور القرآن الكريم لاحظتوا دائما نضبط نضبط هذا ونربط أيضا الآيات ونفهم معناها بهذا يا أحبابي يسهل علينا حفظ القرآن الكريم بكل سهولة ويصر هل هناك أي استفسار؟ هناك أي استفسار يا أحبابي؟ إذن نراجع مرة أخرى حفظ الآيات السابقة إلى هنا يا أحبابي أنتهي معكم في مراجعة هذه الجزئية إلى أن ألقاكم في حصة قادمة مع آيات من كتاب الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر